بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثالث من الوحدة السادسة تكوين رأس مال شركة المساهمة بعد أن يصدر قرار وزير التجارة بتأسيس شركة المساهمة وكما ذكرنا أنه قد يكتتب المساهمون في جزء من رأس المال ثم يطرح الباقي من الأسهم للاكتتاب العام يؤثر ذلك بالطبع على سيئلات الشركة فقد يتم الاكتتاب في كامل الأسهم ويطلب تزديد 100% من القيمة الإسمية للسهم وفي هذه الحالة بيكون قيدة يومية لإثبات انتقال حصيلة الاكتتاب للشركة ليمثل رأس مالها المدفوع يكون كما يلي من حساب البنك إلى حساب رأس المال وفيما يلي مثال على ذلك أنه تم إشاء شركة مساهمة برأس مال يبلغ 50 مليون ريال قيمة الساهمة الإسمية 100 ريال اكتتب المؤسسون في 25% من الأسهم بمعنى أنهم اكتتبوا في رأس المال بواقع 12 مليون 500 ألف ريال اكتتب المؤسسون في 25% من الـ 50 مليون 12 مليون 500 ألف ريال وطرح الباقي لإكتتاب العام بمعنى تم الإكتتاب العام في 37 مليون 500 ألف ريال وطلب تسديد 100% من القيمة الإسمية للساهم وقد تم ذلك دون زياد تم دفع 50 مليون ريال 25% المكتتبون و75% الذي طرح للاكتتاب العام المطلوب تسجيل قيد اليومي اللازم لإثبات انتقال حصيلة الاكتتاب للشركة ليمثل رأس مالها المدفوع وعلي يكون القيد كالآتي 50 مليون من حساب البنك 50 مليون ريال إلى حساب رأس المال هذا في حالة أنه طلب تسديد 100% من القيمة الإسمية وتم ذلك دون زيادة وقد تزيد المبالغ التي استلمها البنك من المكتتبين عن المبلغ المطلوب تسديده وفي هذه الحالة يسجل الفائط في حساب دائن يرد للمكتتبين بما على أنه يطلب تسديد 100% من القيمة الإسمية للسام وتزيد هذه النسبة يعني يتم يقوم البنك باستلام من المكتتبين مبالغ تزيد عن 100% من القيمة الإسمية للسهم وهذه زيادة تسجل في حساب دائن يرد للمكتتبين وفيما يلي مثال لتوضيح ذلك تم إيساء شركة مساهمة برأس مال يبلغ 50 مليون ريال وقيمة السهم الإسمية 100 ريال اكتتب المؤسسون في 25% من الأسهم أي 25% من 50 مليون ريال رأس المال 12 مليون وخمسمية ألف ريال الباقي طرح للاكتتاب العام وطلب تسديد 100% من القيمة الإسمية للسهم وقد غطي الاكتتاب العام 150% من القيمة المطلوبة من المكتتبين القيمة المطلوبة من المكتتبين 75% من 50 مليون ريال وتبلغ 37 مليون وخمسمية ألف ريال يعني مطلوب من المكتتبين 37 مليون وخمسمية ألف ريال ولكن الاكتتاب غطى 150% من القيمة المطلوبة من المكتتبين يعني المكتتبين دفعوا 37 مليون وخمسمية ألف ريال بالإضافة إلى 50% من هذا المبلغ نطلوب تسجيل قيدة اليومية اللازمة لإثبات ذلك طيب يظهر قيدة اليومية كالآتي 68 مليون وسبعمية ألف ريال من حساب البنك إلى مذكورين 50% رأس المال 50 مليون ريال حساب رأس المال وعطة 18 مليون وسبعمية ألف حساب فائض الاكتتاب العام طيب من أين جاء مبلغ 68 مليون وسبعمية ألف ريال جاء كالاتي 50 مليون ريال حساب رأس المال 25% اكتتب فيها المؤسسون و 75% تم طرحها للاكتتاب العام أو تم تحصيلها من المكتتبين والـ 18 مليون وسبعمية ألف ريال هي فائضة لكتتاب العام باعتبار أنه المكتتبين اكتتبوا في 100% وهي مبلغ 37 مليون وخمسمية ألف بالإضافة إلى 50% من هذا المبلغ واللي هي 18 مليون وسبعمية وخمسين ألف ريال ترجمة نانسي قنقر